السلام عليكم النهاردة هتكلم عن برنامج سيبتو دي هو ده موديول في الجي ام اس البرنامج ده فاينايت ألمنت موضل بيرسم الفلونات ويحسب الديسشورج اللي بتحصل نتيجة السيبتش في اي بورس ميديم احنا نستعمله علشان نرسم الفريات كلاين والفلونات ونحسب الديسشورج في الارث تم اول حاجة بنفتح البرنامج بنعمل كريات نيو بروجيكت بنختار سيبتو دي وبروفايل لينز ونقوله اوكي لو احنا اول مرة نستعمل البرنامج بنختار ادت preferences program mode ونختار gms 2d ونقوله اوكي البرنامج ده زي ما احنا قلنا 2d finite element model بيحسب في steady state هو two dimensional فالtwo dimensional كانتنا ماخدين x y horizontal vertical profile نقدر نستعمله علشان نحسب confined و un confined flow confined زي مثلا الفلو تحت وير ان تبقى التربة كلها saturated و un confined زي ما احنا هنستعمله دلوقتي ان الفلو يبقى ليه free surface زي الفلو في الارث ده علشان استخدم gms c2d احنا النسخة اللي هنستعملها هي 10.4.5 عشان اقدر استعمله اول خطوة بعملها ان انا هرسم المسألة اللي انا عايزة حلها او المشكلة اللي انا عايزة حلها اللي هو السد زي ما احنا رسمة اللي في الشيت كده انا هرسمه برضو و بعد كده هحدد نوع الماتيريال بعد كده هضاح ال Feliz اللي انا عارفة عندها معلومات معينه هو هيستعمل المعلومات اللي انا هدخال هي لو ان هو هيحسب عند المش اللي هي زي شبكة كده هه هيحسب عند النقط بتاعت النقط في النقط دي بسمها القيم اللي انا عايزة حسبها او الحاجات اللي مش معلومة عند النود المختلفة في finite element mesh اللي احنا هنرسمها دلوقتي بعد ما بدخل boundary conditions ببتدي حدد cell size بتاعت المش اللي هيحسب عندها كل ما صغر cell size بتاعت المش هتبقى المش دي شكلها قدية وهتدي نتايج اضق بس هتاخد وقت اطول في الحساب ممكن ساعات من انا اصغر cell size قوي مايبقاش لها لازمة تلاقيها مش بتفرق معي فحلا بنحاول نختار cell size مناسبة منوسعها عند الاماكن اللي مش مهمة قوي او مش هنحسب عندها وبنضيقها عند الاماكن اللي مهمة اعرف شكل مثلا الفريات climb بالضبط خارج من فين او ابقى عارفة مثلا هد عند نقط معينة بكم عشان يحسب بطريقة دقيقة بعد كده بيرسم المش وبشغل البرنامج ان هو يحسب او يحل بحل باستخدام cp2d وابتدي استعرض النتايج واخد منها بقى النتايج اللي انا عايزيها cp2d بيستعمل معادلة لابلاس علشان يحسب flow في saturated porous medium لابلاس اكويشن دي هي البيز بتاعة معادلات كتيرة منهم فاحنا زي ما احنا كنا اخدنا ان بيحسب الflow في بنحسب انه discharge فاحنا هنستعمل البرنامج ده هو بيستعمل لابلاس اكويشن هو هيبقى قريب من الحال اللي بقيدينا المفروض. هنقدر نستعرض بقى النتايج زي ما احنا قلنا اتجاهات السرعات المعدية كل ده البرنامج هيحسبه لنا هنبدأ دلوقتي عشان نحل مسألة اول حاجة لو احنا بدين دلوقتي هنقول الفايل زي ما احنا قلنا من شوية هنختار هنقول له اوكي بعد كده الوحدات الديفولت بتاعته بتبقى فاحنا عايزين نغير الوحدات هنقول له هنختار اول حاجة كلها عشان احنا نشتغل عليها هو لو احنا دخلنا كده ال 평ام بتبقى قولية لاقوي هو مثلا حاجة هيفهم ان هي زيرو فاحنا بنحاول نشتغل على رقم كبير شوية يبقى رقم اكبر من الصفر عشان هو يفهم القيم mets احنا ممكن نخلي مثلا عشان ال تتحسب فتبقى رقم كبير شوية الماز ممكن نخليه كيلوجرام الفورس هنخليها وال هنسبه زي ما هو مش هنحتاج حاجة فيه في المواضل المتاعنا ده. بعد كده احنا عايزين نرسم المشكلة بتاعتنا. فهنفتح الاسسايننت ونحل المسألة بتاعت الراكتو. السبتو دي بيبقى محتاج ان انت ترسم له الرسمة بكوردنس نقاط معينة. فانا اخدت الرسمة دي ونقلتها في البينت. علشان بس هرسم لكم الكوردنس. ايه النقط اللي انا محتاجة اعرفها? خلينا نعلم عليها كده. في النقطة دي. انا محتاجة اعرفها. والنقطة دي. والنقطة دي. ودي. 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 بما ان دي بيحسب باستخدام اللي هي البيز بتاع دارسيز اكواشن. يبقى الجزء بتاع الراكتو ده انا مش محتاجة ارسمه لان هو يعني هو الميا فيه مش بتمشي فالوينج دارسيز لو. فانا محتاجة ارسم بس لحد هنا. تمام? آآ بعد كده آآ لازم بقى احدد الكوردنس دي. فخلينا نبص عليها كده. هنكتب اول نقطة. دايما بحب ادخل النقطة الاولانية دي تبقى زيرو وزيرو. ليه علشان اعتبر ان دات ديتم وكل الارتفاعات بتاعت الميا منسوبة ليه. فبما ان انا هاخد دات ديتم احسن لي اخليه زيرو عشان احط الرقم هو نفسه. محتاجش اجمع عليه. الواي كوردنس بتاعت الديتم. فانا هخلي النقطة دي هي زيرو زيرو. بعد كده انا هاحسب النقطة اللي بعدها. النقطة اللي بعدها هحسبها ازاي? هقول ان الواي بتاعتها عشرين. والاكس بتاعتها واحد ونصف عشرين. فهلاقي ان النقطة اللي بعدها هتبقى تلاتين وعشرين. النقطة اللي فوق دي. هحسبها. هزود الخمسة متر دول. يبقى الواي بتاعتها خمسة وعشرين. وكده هحسب الاكس بتاعتها تبقى واحد ونصف خمسة وعشرين. تبقى تلاتي سابن بوينت فايف. وخمسة وعشرين كله. النقطة دي هحسبها ازاي? هزود على الاكس ستة متر والواي زي ما هي. تبقى فورتي ستري بوينت فايف. وخمسة وعشرين. النقطة دي انا مش عارفة المسافة دي قد ايه? فانا ممكن اسمي الارتفاع ده كده. الارتفاع من هنا. ده كده. ممكن اسميه. تبقى المسافة الاتناشر دي بتساوي ايه? بتساوي ده واحد الى واحد وده واحد ونصف الى واحد. يبقى المسافة دي. احنا قلنا انها من هنا لحد هنا. بعدين هنعمل واحد تانية كده. هنلاقي ان دي بتساوي واي. ودي بتساوي. التانية دي بتساوي واحد ونصف واي. يبقى دي اتنين ونصف واي بتساوي اتناصر. هتلاقوا ان الواي طلعت فور بوينت ايت متر. يبقى الواي هتساوي. سور بوينت ايت متر. انا هستعمل الكلام ده في ان انا بقى اجيب الكورنس هنا. طيب الكورنس هنا بتساوي كم? حسب تها طلعت دي سور بوينت ايت. والواي بتاعتها طبعا فور بوينت ايت زي ما احنا كنا حزينها. الكورنس تاعت النقطة اللي تحت دي كانت سكستي ناين بزيرو. انا جبت الاكس بتاعتها منين الواي بزيرو تحت هنا. والاكس بتاعتها حسبت العرض بتاع البيس كله وطرحت منه اللي تنشر. كده انا عندي الكورنس بتاعت كل النقطة. ليه انا خدت النقطة دي? لان النقطة دي عندي مهمة جدا اللي هي التقاء المية مع اف دا دام. فانا محتاج اعرف النقطة دي ما ينفعش اخد الخط ده خط واحد على بعض. والفيس ده زي ما احنا قلنا المارفتة احنا عندنا حاجة اسمها الاجزة فيس. الاجزة فيس بناخده في حالة الراكتو هو ده. فانا مهم جدا ان انا ارسم الفيس ده. وبعارف ان هو ده اللي المية هتخرج منه. في حالة ان ما فيش راكتو كنا قلنا ان هو هيبقى السلوب ده كله. وفي حالة لو فيه هوريزونتل درين بيبقى لسطح بتاع الهوريزونتل درين او هوريزونتل فلتر. هنرجع بقى للبرنامج ونشوف هندخل زي الكورنس دي والرسمة دي على السيبتو دي. بقدر ادخلها عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها كرياتينج كورنر بوينتز. هاجي هنا هعمل رايت كليك على وهاقول له وابدأ ادخل النقط. فانا عندي اول نقطة الاكس بتاعتها زيرو. والواي بتاعتها زيرو. تاني نقطة. يد Pacquia 30 20 تحيين ثمي هلث يبقى هلث ترين هلث ترين هلث 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 سبنتي تري. بوينت ايت. وفور بوينت ايت. وسكتي ناين وزيرو. هقول اوكي هنلاقي النقط ظهرت عندنا هنا. الخطوة اللي بعد كده انا عندي نقط عايزة ارسم بقى بعد كده الخطوط اللي هي بترسم لي السد نفسها. نزوم عليهم كده. بعد كده انا عايزة ارسم الارك فاختار من هنا. وابدأ اوصل النقط زي. بنحاول نعمل كل شوية لان البرنامج ده ما فوش اندو. فعشان لو غلطت حاجة مارجعش عايد من الاول بحاجة اعمل سيف كل شوية عشان لو بس غلطت في حاجة ممكن احتى سميها بس اتساني مختلفة عشان لو غلطت في حاجة محتاجش عايد من الاول تانية خلص ارجع بس الاخر حاجة عملتها صح. بعد كده هعمل حاجة اسمها بوليجون. البوليجون ده هيساعدني لو انا عندي مسلا different materials عندي مسلا كور في السد بيخليني كل جزء اقدر ادخله. اه اه properties للماتيريالز مختلفة اخلي الماش دايقة في مكان وواسعة في مكان. فهو لازم بنعمل حاجة اسمها build polygon. هعملها منين? هيجي feature objects. وهختار هنا build polygons. هلاقي ان انا اقدر اعمل بعد كده سلجت على ال polygon ده. بعد كده اقدر ادخل الماتيريالز. فعمل edit materials. وابدأ ادخل الماتيريال. اول حاجة عندي كي وان وكي تو. كي وان وكي تو ده المعتمد ان الصائل دي ممكن تبقى anisotropic. يعني ال k في اتجاه اكس غير k في اتجاه y. يعني k1 دي الاكس وk2 الاي. الانجل دي هم ممكن يبقوا كمان مش في اتجاه اكس واي لأ بالزاوية. يعني ممكن ميلي بزاوية الاي بتطلع انجل دي مع الاكس. يعني الانيزو تروبي مش في اتجاه اكس واي لأ بالزاوية. فانا عندي غالبا هتبقى الانجل دي في zero وفي الشيت هنا عندي k1 بتساوي k2 الا في اخر مسألة كي اكس مختلف عن كي واي. زي ما احنا قلنا ان الكي هدخلها ميتر بر دي او ميتر بر يير. فاحنا ما احنا قللين البحثات في الاول كانت ميتر بر يير. فانا اللي عندي في الشيت هنا كانت ميتر بر ساكند هحتاجة احاولها لميتر بر يير. خلينا نحسبها كده تطلع كم? هي 6.34x10.7 ميتر بر ساكند. هي طلعت 19.994 ممكن ناخدها 20. ممكن نكتب هنا على طول. عشرين. عشرين والانجل دي زيرو. الجزء ده اللي هو الارتفاع بتاع الكابيلري رايز هم وغزينه هنا الديفولت بتاعه ماينس ون. فاحنا هنا في الشيت كنا هاملينه. فممكن انت وانت بتحل بايدك مش بتحسب فممكن تاخدها رقم صغير يعني وطبعا في الحقيقة هتبقى عارف تقريبا ان الكابيلري رايز عندك قد ايه تقدر بتدخلها. فممكن تاخدها ماينس. والرقم ده هنسيبه زي ما هو الديفولت. في العيدي هتبقى عندك البروبرتيز بتاع السايل هتبقى عارف تدخله برقم كم? واحنا مش هنستعمل الطريقة دي. ونقول له اوكي احنا كده دخلنا بتاعت الباليجون ده. لو انا عندي كنت ممكن اعمل ايه? كنت هيجي هنا وازود الماتيريا للتانية. واحط بتاعتها. ولما اجي بقى اختار الباليجون كل واحدة اختار هي انهي الباليجون. الخطوة اللي بعد كده ان انا عايز ادخل او الحاجات اللي انا عارفها لهاد عند الاماكن اللي انا عارفها او المعلومات اللي انا عارفها اللي هتساعد البرنامج ان هو يحل عند النقطة التانية اللي انا مش عارفها. فاول حاجة هختار هنا هصل لك انا عارفها الهاد هنا بكم? فاختار بتاع ان انا عارفة الهاد ودخل الهاد عندي بكم? الهاد عندي هنا بالنسبة للتوتل كان بعشرين متر فانا هدخل عشرين. هقول له اوكي هو كده فهم ان الهاد على الخط ده كله بعشرين متر. تانية حاجة انا عارفها في انا عارفة عارفة ان المية هتطلع من الفيز ده. فاعمل برضو دابل كليك عليه كده. واختار ان بتاعه وهاقول له اوكي. كده هو فهم ان المية هتدخل من هنا وهتطلع من هنا وان الهاد على الخط ده كله عشرين متر بالنسبة للديتا. الخطوة اللي بعد كده ان انا عايز اعمل بقى الماش. هاختار حاجة اسمها واعمل حاجة اسمها يعني ايه? يعني بدل ما هو النقط بعيدة عن بعض كده انا عايزة الماش دي تبقى حاجة ديقة وان كلها تبقى تقريبا قريبة من بعض وعايزة شكل معاين للماش. فهبدأ اعمل برضو على هنا. واقول له بدل ما هو بينهم ستة وتلاتين لان هاختار مسلا بينهم يبقى اتنين متر. يبقى كده بالتقريب هتبقى اتنين. اقدر اعمل عليه كله وعمل نفس الحاجة اهو. واقول ان انا بتاعي اتنين واقول له اكيد. طيب هو مش باين عندي ان بيحصل حاجة عشان انا محتاجة اعمل وبعدين بعدها اخطار ان دي تباين عندي. هنلاقي ان هي بينات. طيب انا الشكل ده مش عاجدني انا عايزة ديق مسلا هنا عشان المية وهي خرجة اشوفها تبقى دقيقة شوية. فهنا مسلا هخليها بدل اتنين تبقى نصف. فاقول له وبدل ما هي اتنين هخليها واحد. واقول له اقيا نلاقيها دقت. طب انا مش عايزة انقل فتاة من الواسع للضيق. عايزة هي بقى حاجات ادريجية. فاختار هنا وباختار التاني معي ان انا اختار shift مش control. لو اخترت control بيعكس. انا اختار shift واختار الاتنين مع بعض. واقول برضو ممكن اقول له ايه? وماكسنوم سبيسنج. طب انا عايزة اصغر حاجة قد ايه? نصف. واكبر حاجة انا عايزيها اتنين. وهقول له كده اوكي. طيب هنا طلع لديق الناحية دي وانا كنت عايزة الناحية التانية. فارجع اعمل عليه سلاكتة تانية. واقول له وارجع اعمل نفس اللي انا عملته تاني. هقول له ان اصغر حاجة بوينت فايف. واكبر حاجة تو. واقول له اوكي. هلاقي الشكل تعكس. هنا دي انا تقريبا انكم تنختارها واحد انا خليها نصف كده ندرب. هقول له ايه? وخليها بوينت فايف. تلاوها داقة هنا. ممكن في طريقة تانية ان انت تقول له ان عايز عدد تقول له عدد التقسيمات قد ايه? يعني تقول له كده. هنا مسلا. وتقول له كده وتقول له مسلا هما هنا كم? هما هنا تلاتة سبيسنج. انا هقول له لأ انا عايزة قد ايه? بدل تلاتة خليهم اربعة. وهقول له اوكي كده. تلاقيهم تقسموا اربعة تقسيمات. بعد كده انا عايزة بقى اشوف الماش اللي انا اللي هيحسب عليها دي اللي هو هيحسب عليها شكل الماش عاملة ازاي? يعني اقول له ماب توتو دي ماش. بعد كده انا عايزة احسب ببرنامج سيب تو دي. احسن حاجة للسل سايز خلينا نكمبر كده ان الزاوية دي تبقى بين تلاتين وستين درجة. ما تبقاش زاوية واسعة قوي ولا ضيقة قوي. عشان كده احنا بنقعد نزبط الماش على اساس ان هي تبقى الشكل بتاعها. ان الزاوية تقريبا كلهم قريبين من بعض. والزاوية دي رقم ما بين التلاتين والستين. طيب بعد كده هنعمل ايه? هنقول تاني ماب تو سيب تو دي. هنبتدي نشتغل على الماب دي تتحول لسيب تو دي. بعد كده هدخل على سيب تو دي. واختار بقى ايه? او بتاعت الاناليسز اللي انا هعمله. فهقول له اناليسز اوبشنز. الجاما ووتر هنا مفروض دخلها تسعة تلائم تونمية وعشرة. هيكت دخلها سيكتي تو بوينت فور على اساس ان هي وهنختار اللي هي الطريقة اللي احنا مستعملينها اسمها لينير فرونت. احنا مستعمل لاش الطريقة التانية دي. اه وهنختار ان هي ولازم اعمل سيفين. هقول له فايل. سيف از. وهسايفها اه باي اسم بقى. انا حتى نعملها سيفينج على الديسكتوب ونسميها مسلا روك تو دعم. هنقول له سيف كده. بعد كده قدر اشغل بقى البرنامج هقول له سيب تو دي. وبعدين هقول له رون سيب تو دي. هو بيحسب. نخدش السواني. نقول له كلوز. هنلاقيه رسم ورسم الفلونت. طيب انا الشكل ده مش عجبني عايزة ابتدي اشوف بقى النتاج اللي عندي مش عايزة المش تبقى باينة فاقول له. واقدر بقى في اللي انا عايزة وافتح اللي انا عايزة. هنا هاختر مسلا مش عايزة لو اصله اوكي كده شللي المش. هرجع تاني برضو هو هنا رسم الفلونت ده اللي بالاسبوت ده ودي ودول طيب انا دلوقتي عايزة مسلا يعمل لي للكنتورز. فممكن اقول له ممكن زي ما احنا كنا هنا هو هنا فارد بتاع عشرة. ممكن نخليه مع عشرين نشوفي شكل هيبقى اعمل ازاي. هتلاقوا ان احنا لما اعملنا عشرين الفلونت داقت زي ما احنا كنا بنقول ان هي دي حاجة فروق فردية من واحد للتانية. طيب عايزة مسلا اشوف فاقول له وريني التوتل فلوريت. ممكن مسلا عايزة اقفل الفلولاينز اقفلها عايزة افتحها قدر افتحها. ايه نقرب نقفلها كده هتلاقوا الفلولاينز ما بقتش باينة. طلع لي كمان التوتل فلوريت متر كيوب ريير. المفوض الرقم ده يطلع قريب من اللي انت حاسبه بايدك يعني. ممكن كمان بدل ما انا بحسب بعمل شوينج للكونتورز. خليه وريني حاجة اسمها ممكن اخليها تعمل تبقى الاطوال بتاعتها على حسب قمتها عشان اتخيل السرعة العالية موجودة فين. ممكن كمان اخليه غير لون السهم بتاع الفلولاستي على حسب قمتها. اتلاقوا انه لو جيت نشوف الفلولاستي هنا هتلاقي اتجاه سرعة واعلى سرعة فين. جايب لنا وردو الفلولاستي هتلاقيها ميتر لان احنا مختارين نستعمل ومطلع لنا اللاجند على الجنب هنا هو عشان نتخيل كده كل لون من دول السرعة بتاعته قد ايه? ممكن برضو هنا من اخليه ترجع نقول له عايزين هو يكتب القيم بتاعت دي عليها الدلتا اتش بقد ايه? هنقول له كده. نرجع حين تاني. هنجيب بعد كده هون طبعا كل لون هيقول لنا القيمة بتاعت الكنتور بتاعه قد ايه? نقدر كمان نخليها بدل ما هي آآ لينير نخليها آآ او كالر فيل او خليها مجربها كده. هتلاقوا الشكل اللي عندنا ده ان انت تخليها كأنها آآ آآ الالوان يعني صالد مليانة جوه للتد. وعندك اللاجند اللي في الجنب ده تفهم منه قيمة كل لون معناها ايه? لو احتاجت مسلا ان انت تاخد آآ آآ بتاعك ده الرسمة دي في آآ في فايل وورد مسلا او بتقدر تعمل من هنا. ممكن تحطها في كده او مسلا في فايل وورد بالشكل ده. فكده نقدر ناخد الاوتبوت للصور بتاعة طلعا من البرنامج. نقدر نستعملها عشان نبريزنت النتائج يعني نعمل اي حاجة احنا عايز لها. كده احنا حلينا المسألة بتاعة الروكتو. لو جينا نبص على الاسساينمنت. هنلاقي ان هنا نفس الحاجة بس هنخلي بالنا ان عندنا كي اكس مختلفة عن كي واي والاكزة فيس هو ده. والمسألة التانية بتاعة الهوريزونت الفيلتر برضو هيبقى هنا هو ده الاكزة في فانتوا كده تقدروا تحلوا للتلات مسائل اللي في الاسساينمنت هتلاقوا واحدة على الهوريزونت الفيلتر واحدة على الراكتو اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي واحدة على الانيزوترافيك سويل تقدروا تحلوهم وتقارنوا النتائج بتاعتكو بالحاجة اللي انتو حالتوها باديكو بالاسساينمنت الاولين اللي انتو حالتو باديكو وتشوفوا الفرق قد ايه تقريبا هتحسوا بقى بالفرق البرنامج بيحسبوا اصرع طبعا والطريقة اسهل ومش بحتاج ترسم الرسم ده كله وشكرا